السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية وعنوان درس اليوم الدرس الثاني المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية الجزء الثاني فأهلا ومرحبا بكم في البداية أبناء الطلاب تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا فيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يوضح أهمية التقدم العلمي في قيام الأنشطة الاقتصادية ثانيا يعدد أنواع وسائل النقل والمواصلات ثالثا يعرف المقصود بالأسواق فهيا بنا نبدأ درسنا أبناء الطلاب تعلمنا في الدرس السابق المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية وذكرنا أبناء الطلاب أن المقاومات البشرية تتمثل في كل من أحسنتم الأيد العاملة وكذلك ممتاز رأس المال وأيضا التقدم العلمي وكذلك وسائل النقل والمواصلات والأسواق وفي درس اليوم بإذن الله تعالى أبناء الطلاب سنوضح التقدم العلمي ووسائل النقل والمواصلات والأسواق بشيء من التفصيل نستكمل أبناء الطلاب المقاومات البشرية في قيام الأنشطة الاقتصادية ثالثا التقدم العلمي عزيز الطالب لاحظ الفرق بين الصورتين الآتيتين ثم أجب عما يلي انظر جيدا عزيز الطالب ثم أجب على الأسئلة بشكل صحيح السؤال الأول اذكر اسم النشاط الاقتصادي في الصورة ممتاز فالصورة أبناء الطلاب تشير إلى صناعة المنسوجات السؤال الثاني أي من هذين النوعين هو الأعلى انتاجا فكر عزيز الطالب أحسنتم فالنوع الثاني أبناء الطلاب والذي تشير إليه الصورة الثانية هو الأعلى انتاجا والذي يتمثل في المصانع التي تعتمد على الآلات الحديثة والآن أبناء الطلاب تعالوا بنا نوضح أهمية التقدم العلمي لقيام الأنشطة الاقتصادية فلك أن تعلم عزيز الطالب أن التقدم العلمي يساهم في توفير الوقت والجهد كذلك يساعد على الحفاظ على البيئة وأيضا زيادة كميات الانتاج وزيادة الدقة في الانتاج عزيز الطالب افتح الآن الكتاب المدرسي صفحة 34 كي نجيب على الأسئلة التي أمامك السؤال الأول كيف تغلبت دولة قطر على الظروف البيئية الصعبة باستخدام التطور العلمي ممتاز فاستطاعت أبناء دولة قطر التغلب على الظروف البيئية الصعبة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وتفعيله على مستوى واسع كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في الأنشطة الاقتصادية السؤال الثاني وضح أثر استخدام الوسائل التكنولوجية في الصناعة على البيئة فكر جيدا عزيز الطالب ثم أجب ممتاز فاستخدام الوسائل التكنولوجية أبناء الطلاب له أثر إيجابي يتمثل في إعادة تدوير المخلفات ومن ثم الحفاظ على البيئة كذلك أبناء الطلاب الوسائل التكنولوجية لها أثر سلبي يتمثل في حدوث بعض المشكلات البيئية مثل تلوث الهواء الناتج من المصانع والآن أبناء الطلاب تعالوا معا نجيب على السؤال التالي عزيز الطالب وضح أهمية التقدم العلمي لقيام الأنشطة الاقتصادية فكر جيدا عزيز الطالب ثم أجب ممتاز فلقد ذكرنا أبناء الطلاب أن التقدم العلمي يساعد في توفير الوقت والجهد وكذلك ممتاز الحفاظ على البيئة وأيضا زيادة كميات الانتاج وزيادة الدقة في الانتاج أبناء الطلاب أبناء الطلاب والآن نستكمل معا المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية رابعا وسائل النقل والمواصلات عزيز الطالب انظر جيدا إلى الصور التي أمامك كي تجيب على أسئلة الكتاب المدرسي صفحة 34 تخيل شكل الحياة في بلادك دون وسائل نقل عصرية وطرق جيدة للمواصلات فهل يمكن أن تؤدي المصانع دورها دون مواصلات؟ أحسنتم بالطبع لا السؤال التالي هل يمكن أن تنشط حركة التجارة دون مواصلات حديثة؟ أحسنتم بالطبع لا أبناء الطلاب ولك أن تعلم عزيز الطالب أنه تجذب المناطق التي تتوافر بها وسائل النقل والمواصلات الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر من المناطق التي تقل فيها وسائل النقل المختلفة والآن أبناء الطلاب تعالوا بنا نوضح أنواع النقل هل تستطيع عزيز الطالب من خلال الصورة التي أمامك أن تعدد أنواع النقل؟ منتاز فالصورة الأولى أبناء الطلاب تشير إلى أحسنتم إلى النقل المائي أما الصورة الثانية فتشير إلى أحسنتم إلى النقل البري والصورة الثالثة أبناء الطلاب فهي توضح النقل الجوي ولعل أهم القيم أبناء الطلاب التي يجب أن تحرص على اكتسابها وتعلمها هو تقدير قيمة توفر وسائل النقل والمواصلات لأنها تساعد على تنوع الأنشطة الاقتصادية في بلادي ولك أن تعلم عزيز الطالب أن مشروع الريل هو أحد أنواع النقل التي يتم تنفيذها حاليا في دولة قطر وتطبق تكنولوجيا النقل الجماعي من أجل زيادة قدرة النقل لتسهم في نمو الاقتصاد القطري وتحسين نوعية الحياة والبيئة وبعد أن تعرفنا أبناء الطلاب على أنواع وسائل النقل تعالوا بنا نوضح أهمية وسائل النقل والمواصلات فلك أن تعلم عزيز الطالب أن وسائل النقل تربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك كذلك تساعد أبناء الطلاب وسائل النقل على نقل المواد الخام من مناطق الانتاج إلى مناطق التصنيع ولك أن تعلم عزيز الطالب أن ميناء حمد يصنف من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط ويمتد ميناء حمد أبناء الطلاب على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون والآن أبناء الطلاب تعالوا بنا نجيب على سؤال الكتاب المدرسي صفحة 36 اختر إحدى وسائل النقل في دولة قطر ووضح دورها في النشاط الاقتصادي أحسنتم أبناء الطلاب فعلى سبيل المثال النقل الجوي والذي يساعد على نقل البضائع والأفراد من مكان الآخر يوميا إلى جانب دوره الكبير في تسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري عزيز الطالب أجب على السؤال التالي عدد أهم وسائل النقل ممتاز فلقد ذكرنا أبناء الطلاب أنواع النقل تتمثل فيه النقل البري والنقل الجوي وكذلك النقل المائي كما يظهر في الصورة التي أمامك ترجمة نانسي قنقر والآن عزيز الطالب افتح الكتاب المدرسي صفحة 37 لكي نجيب على السؤال التالي اذكر بعض الأمثلة للأسواق الموجودة في دولة قطر ممتاز فتتعدد الأسواق لأبناء الطلاب في دولة قطر ومنها سوق واقف وسوق العلي وسوق العسيري والآن أبناء الطلاب تعالوا بنا نسترجع أهم النقاط الرئيسة التي وردت بدرس اليوم فلقد تعلمنا في درس اليوم أبناء الطلاب المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية وتحدثنا في درس اليوم أبناء الطلاب عن العنصر الثالث في المقاومات البشرية وهو التقدم العلمي وذكرنا أبناء الطلاب أن التقدم العلمي له أهمية كبيرة في قيام الأنشطة الاقتصادية والتي تتمثل في كل من ممتاز توفير الوقت والجهد كذلك أحسنتم الحفاظ على البيئة وأيضا زيادة كميات الانتاج إلى جانب زيادة الدقة في الانتاج ووضحنا في درس اليوم أيضا أبناء الطلاب العنصر الرابع من المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية وهو وسائل النقل والمواصلات وذكرنا أبناء الطلاب أن للنقل أنواع والتي تتمثل في كل من النقل البري والنقل الجوي والنقل المائي ووضحنا في درس اليوم أهمية وسائل النقل في قيام الأنشطة الاقتصادية والتي تتمثل في أن وسائل النقل تربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك كذلك تساعد وسائل النقل على نقل المواد الخام من مناطق الانتاج إلى التصنيع ووضحنا أبناء الطلاب العنصر الخامس في المقاومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية وهو الأسواق ووضحنا المقصود بالأسواق هي الأماكن التي يتم فيها عمليات البيع والشراء لمختلف البضائع سواء داخل الدولة أو خارجها أبناء الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف وذلك لمناقشة الدرس والإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وبهذا أبناء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة